بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وعلىه أما بعد الإخت والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة التي تحدث فيها إن شاء الله تعالى عن المستخرب الفرنسي ماذا صنع بجزائر في الثلث الأول من قرن التاسع عشر إلى أواخر قرن التاسع عشر الميلادي جرائم والله يندلها جبين الإنسانية جرائم لا أدري كيف سأذكرها كيف سأقولها وبأي قلب سأقولها لكني مضطر وكما سبقا ذكرت حلقات الماضية هذا التاريخ والتاريخ ملك لأهله لا يمكن لأحد أن يغيره ولا أن يزيد منه ولا أن ينقص ولا أن يجامل فيه ولا أن يداري إنه تاريخ والتاريخ قائم على الصراحة المحضة المطلقة وعلى سرد الحقائق بأمانة بدون تحريف ولا تغيير لذلك أستميحكم عذرا أنا فعل شيئا ما فعلته من قبل إلا نادرا هو أني مضطر لأن أقرأ عليكم نصوصا هذه النصوص لا يستطاعوا اختصارها ولا إيجازها ولا يستطاعوا أن أعبر عنها بكلامي أنا لا بد من قراءتها هذه القراءة أرجو أن تتحملوها وأن تتحمل عصابكم وتتحمل نفسياتكم ومشاعركم لأني والله مضطر إلى ذكرها وهذا حتى يبين للناس أجمعين ماذا فعل فرنسيون في الجزائر هؤلاء الذين قامت ثورتهم على الحرية والعدل والمساواة والإخاء إلى آخر هذه الشعرات التي ثبت طويلا ودوما أنها شعرات لم تطبق أنها شعرات بقيت على الورق أنها شعرات لا قيمة لها ولا فائدة منها وهذه الجرائم سأذكرها قبل أن أذكر المقاومتين الرئيستين في جزائر مقاومة الشرق الجزائري مقاومة الغرب الجزائري مقاومة الشرق الجزائري وممثلة في قسنطينة أحمد باي ومقاومة الغرب الجزائري في وهران وما حوله ممثلة في الأمير عبدالقادر الجزائري قبل أن أذكر هاتين مقاومتين ثم مات لها من مقاومات الآخر القرن التاسع عشر قوامات العسكرية لا بد لي أن أذكر ماذا صنع الفرنسيين عندما دخلوا البلاد واستقروا فيها وكيف خربوها تخريبا متعمدا كما يقولون مبرمجا منظما منسقا متفقا عليه قبل ذلك كيف فعلوا ما تركوا شيئا إلا وتناولوه بالتدمير أما قضية التعمير والاستعمار لا أدري أين هو في ثنايا التاريخ لا أذكر أنهم عمروا شيئا نقول نعم إنهم صنعوا هذا الشيء على الأقل نعم إنهم فعلوا هذا الشيء على الأقل نعم نعم إنهم إنهم لهم إيجابية واحدة وهي أنهم بظلمهم الشديد وتخريبهم وتدميرهم وتقتيلهم وفداحة ما صنعوا أيقظوا روح الجهاد في الجزائريين هذه المظالم كلها عبر عنها رجل من الكراغلة الكراغلة منهم هو الشخص الذي يكون أبوه تركيا وأمه جزائرية يسموننا الكراغلة هؤلاء الكراغلة كان منهم رجل اسمه حمدان بن خوجة حمدان بن خوجة هذا رجل سياسي لما دخل الفرنسيون واستقروا ببلد تعامل معهم على أساس أن يخفف قدر استطاعته من المظالم الكثير للفرنسيين ويكون وساطة لنقل الطلبات من الجزائرين إلى الفرنسيين رجل سياسي لطيف ولبق فرنسيون هؤلاء ينفوه إلى تركيا ومات هناك صديقه ألسى ذاه رسالة من الجزائر اسمه أحمد بوضربة يسأله عن أحوالي وكذا فكان مما قال له حمدان بن خوجة هذا الكرغلي قال له اللهم ظلم التركي ولا عدل الفرنسيس يعني طبعا فرنسيون يقولون للجزائرين نحن جئناكم من خلصكم من ظلم الأتراك نحن جئناكم من خلصكم من ظلم الأتراك وماذا صنع الأتراك ما صنع واحد على مئة ألف مما صنع الفرنسيون في تقدير أنه ما صنع واحد على مليون مما صنع الفرنسيون وكانوا حكام المسلمين وكان يهمهم في جملة المصلحة الإسلامية العليا أما هؤلاء لذلك كان حمدان موفقا عندما قال رحمه الله اللهم ظلم الترك ولا عدل الفرنسيس ماذا صنعوا يعني صنعوا بالأحياء أشياء كثيرة جدا لكن أبدأ بالأموات تصوروا الأموات هؤلاء لما جاء الفرنسيون إلى جزائر نبشوا المقابر نبشوا المقابر أخرجوا عظام الأموات مزجوها مع عظام الحيوانات وأرسلوها لجزائر لفرنسا لماذا لتبيض فحم الحجري تصوروا نعم هذا يقول لاستعمالها في صناعة الفحم الحيواني وشحنوها في باخرة إلى مرسيليا الباخرة لابون جوزفين هذه شحنت بها عظام البشر التي نبشت من المقابر وأخذت هل يمكن أن يصل بشر ما في تفكيره لهذا المستوى ولهذا الدرك هل يمكن أن تنحط أخلاق البشر إلى هذه الدرجة أن هذه العظام تستعمل لإنتاج الفحم الحيواني وتستعمل في غيرها من الاستعمالات لكن هذا الذي جرى من الفرنسيين من المهم أن نقرأ عليكم بعض النصوص الخطيرة والخطيرة جدا في قضايا الإبادة الجماعية والتدمير للممتلكات والأشجار والمباني ولكل شيء لكل شيء وهذه كلية كلية حقيقية أيها الإخوة والأخوات يقول أحد القادة العسكريين في واحد من تقاريره إننا دمرنا تدميرا كاملا جميع القرى اسمعوا هذا رجل فرنسي قائد يعترف بما صنع ليس تجنيا منا وليس تزيدا في سوق الأحداث ولا هي أحداث تشوبها العاطفة وأحداث مصحوبة بالعاطفة أبدا أبدا إنما يذكر ما صنع القوم على ألسنتهم وفي تقاريرهم يقولون إن دمرنا تدميرا كاملا جميع القرى والأشجار والحقول والخسائر التي ألحقها فرقتنا العسكرية بأولئك السكان لا تقدر إذا تساءل البعض هل كان عملنا خيرا أو شرا لأن بعض الأحيان يستيقظ شيء من الضمير الفرنسي في فرنسا ويثور بعض الرجال الذين معضاء في البرلمان فيسألون في البرلمان ماذا حصل في الجزائر هناك جرائم تناهت إلى أسماعنا فالبرلمان يطلب من القائد الفرنسي أو الحاكم الفرنسي العام في الجزائر أن يصدر تقريرا ما في شأن الواقع التي سئل البرلمان عنها فيعطي تقريره لذلك ويقولون القائد الفرنسي إذا تساءل البعض هل كان عملنا خيرا أو شرا فإني أجيبهم أن هذه هي الطريقة الوحيدة لإخضاع السكان وحملهم على الرحيل يعني اعتراف واضح جدا الجنرال بيجو وهو من أشد الجنرالات عتوا وقساوة وشدة بدون أي رحمة بشرية أو أي نزعة من رحمة بشرية جنرال بيجو ذكر فسر عدم احترام الجيش الفرنسي للقواعد الإنسانية في تعامل مع الجزائرين إلى أن احترام هذه القواعد يؤخر عملية احتلال الجزائر تصوروا إذا أردنا أن نحتل الجزائر بالكامل لابد أن ندوس على كل القواعد الإنسانية طبعا لا نستغرب أن نجد كبار الضباط والمؤرخين يطلقون على طوابير التخريب التي صلتها بيجو على الجزائريين تسمية شبه رسمية بينهم بين الضباط وهي الطوابير الجهنمية تسوق جهنم إلى السكان تقتل السكان بلا رحمة ولا تمييز تقتل الحيوانات تقطع الأشجار تحطم المباني تنهى بالثروات في طوابير جهنم إذن هناك سانت أرنو افتخر في رسائله بأنه محى من الوجود عدة قرى اسمعوا يا إخوة والأخوات هذا التاريخ محى من الوجود عدة قرى وأقام في طريقه جبالا من جثث القتلى ولما لام البرلمان الفرنسي جنرال بيجو عن الجرائم التي مارسها ضباطه وجنوده على الجزائر رد على وزير الحربية الفرنسي قائلا هو تحته يعني من ناحية رسمية نظاما هو تحته لا شك رد عليه وأنا أرى بأن مراعاة القواعد الإنسانية تجعل الحرب في إفريقيا تمتد إلى ما لا نهاية إفريقيا يقصد بها الجزائر يعني تمتد إلى ما لا نهاية إذن حتى يقصر أمد الحرب ويسرع باحتلال البلد داس على كل القواعد الإنسانية هناك طبعا مذابح سأبسطها فيما بعد إن شاء الله وتعالى قام جنود الاحتلال عندما دخلوا الجزائر نأتي إلى التدمير من ضباط وجنود بترضي سكان القصبة حيث مقر الداي حسين ثم بدأوا يحفرون الأراضي على أمل العثور على شيء في القصبة القصبة هي قلب البلد في الجزائر وهي موجودة الآن قلب المدينة وكانت تضم الحكام آنذاك الجزائريين بدأوا يحفرون الأراضي على أمل العثور على كنوز الجزائر المدفونة وقد تم هدم الأسوار أيضا لنفس الغرض كما أجبر الخواص على ترك أملاكهم ومساكنهم خوفا على أرواحهم وهذا حسب شهادة حمدان خوجة بنفسه في كتاب لا اسم المرآة ألفه بتاريخ الجزائر وتاريخ ويوميات الحملة كذلك ضمت الأملاك الخاصة من أراضي ومساكن إلى الاحتلال ومئة وثمانية وستون ألف هكتار من المدينة الجزائر وما حولها ضمت إلى الفرنسيين وقبائل جمعت بقرب بعضها بعضا وجرد كثير جدا من أراضيها في إطار قانون كان أصدره الواي العام رندون وأيضا شهادة حمدان خوجة أن أغنياء الجزائر حملوا على مغادرة البلاد وترك أملاكهم التي جعلت عرضة للنهب والسلب كما استولى جنود العدو على أثاث المساكن وعن الأسلحة المرصعة بالذهب والفضة البنادق والسيوف إلى آخرين وعلى الأحجار الكريمة ومن المساكن التي تعرضت للسطو دار حمدان خوجة نفسه هو يعني عرضت للسطو كذلك تم الاستيلاء على كل المساكنة معدة للراحة في الجزائر يعني مثل الفنادق الآن إن الأملاك الخاصة أخذت من أهلي بدون أي تعويض أبدا سرقت ونهبت بدون أي تعويض إطلاقا وكانت تخرب على مرأة منهم فكانت الأبواب تكسر وتهشم السياج الحديدي كان يأخذ ليباع بعد ذلك وأرضيات المساكن كانت تحفر بحثا عن كنوز الوهمية كان يظنون أن الجزائرين يضعون كنوزهم وموالهم تحت البلاط أو تحت أرضيات المساكن وأما ضواحي الجزائر فقد لقيت نفس المصير إذا الضباط تسابقوا على أخذ الاستراحات في الضواحي وعلى أخذ البيوت الجميلة في الضواحي والحدائق الجميلة التي في الضواحي المحلات التجارية سلبت من الجزائريين وعطيت لليهود والفرنسيين وقد عبر جانتي دي بوسي عن هذه السياسة بقوله إننا أخذنا الجزائر فنحن أصحابها بلا منازع وسنعمل فيها كل ما يحلو لنا سواء من الهدم أو من غيره هكذا بكل وضوح وصراحة وأكد نعم بيجو السفاح في مخططه هذه الأساليب وهذه الطرق وأيضا هناك فرنسيس موديلي سيبس قال الأهالي جردوا من أملاكهم من غير تعويض بلغ بهم الشقاء إلى حد التسول في الطرقات تصوروا أهالي كان يملكون بيوتا يملكون أموالا أخذت منهم جميعا وساروا يتسولون الناس في الطرقات الصناعات التقليدية الخفيفة التي كانت موجودة لم تسلم حصرت وجرد السكان منها ولم يصبح لها أي وجود الأملاك العامة أخذت الأموال العامة أخذت قلت لكم حلقة السابقة أخذوا 52 مليون من الدولارات أو من الفرنكات الذهبية على اختلاف المؤرخين في هذا وكل المبلغين ضخم هائل سواء كان دولارات أو فرنكات أخذت من خزينة الجزائرية واختفت أين ذهبت؟ هناه نهبت وسرقت واعتبرها سلطات الاحتلال ملكا لها كذلك الأوقاف وقصة الأوقاف قصة أليمة أممت الأوقاف وسأتي على نوع من التفصيل في الأوقاف لكن الذي أمموه من أموال الأوقاف يقارب خمسة ملايين فرنك آنذاك وكان مبلغا ضخما جدا كما امتدت المعاول الهدم إلى الممتلكات ثقبت أنابيب المياه تصور هناك أنابيب المياه يعني كانت جزائر بلغت من حضارة شأوا كبيرا كما هناك أنابيب المياه ثقبت هذه الأنابيب تشعر أن التخريب لقصد التخريب ولغاية التخريب لا لغاية أخرى وقطعوا الأشجار أشجار لماذا تقطع وتذكرت أثر عظيم أثر المروي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما خرجت الجنود إلى بلاد الشام كان يأمرهم والعراق أيضا كان يأمرهم ألا يقطعوا شجرة هذا أمر موجود في التاريخ عندنا مثبت أن لا يقتلوا امرأة ولا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا يتعرضوا للرهبان والقساوسة في صوامعهم وأن يتركوا لما فرغوا لأنفسهم من أجله وأن لا يقطعوا الشجر نص على عدم قطع الأشجار فكيف يقطعون الأشجار خاصة أنهم كانوا ينون البقاء في الجزائر فكيف يقطعون هذه الأشجار تشعر أنه باب إذلال السكان وتخريب الممتلكات لا شيء غير ذلك وهدموا السواقي التي كانت تسقي الناس المياه وغيروا أسماء الشوارع هدموا الأسواق وجعلوها ساحات عامة وتم تهديم منازل في العاصمة لإقامة ساحة الحكومة وحولت الأملاك إلى ملاهي وإلى كنائس وإلى مقاهي على التراز الفرنسي وفعلوا يعني أعوذ بالله مما فعلوه وأبو القاسم سعد الله المؤرخ الجزائري المشهور هو أبو المؤرخين في الجزائر يقول حصر الأملاك العامة يقول أملاك الدولة كان عدده خمسة آلاف ملكية تحولت إلى الإدارة الاستخرابية هو يقول استعمارية أنا أفضل استخرابية الاستدمارية وقد شملت عدة منشآت منها ثكنات العسكرية والمباني الرسمية ومنتلكات الحكام والوزراء كبار موظفين في الحكومة الجزائرية إلى آخرين وهناك أملاك غير أملاك الدولة أملاك بيت المال وهي ما يعود إلى بيت المال من أملاك ليس لها وريث أخذت هذه كلها أملاك الخاصة صودرت كثير منها صودر العقار وغيره أملاك الأوقاف على الرغم من كوني أوقافا عامة ثمانية أنواع من أوقاف صودرت أوقاف المساجد والجوامع أوقاف الحرمين الشريفين صودرت يعني هناك أوقاف الحرمين أوقاف الأندلسيين الناس أوقفوا أوقافا عن الأندلسيين الذين شردوا من بلادهم وجاءوا إلى الجزائر أوقاف عيون المياه أوقاف الطرق العامة أوقاف الإنكشارية الجنود العثمانيين الذين كانوا في الجزائر أوقاف الأضرحة والزوايا أوقاف الأشراف كلها صودرت تصوروا هذه الجرائم التي حدثت المؤسسات الثقافية والدينية والجرائم التي حصلت فيها تعرضت المؤسسات الثقافية والدينية الهدمي والتخريبي والتدمير على رأسها المساجد والجوامع والمدارس والزوايا لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذه المؤسسات تقود الشعب الجزائري المساجد والجوامع يدرس فيها اللغة العربية ويدرس فيها الإسلام يبصر فيها المشايخ من خلال الخطب والدروس عامة الشعب بالنوايا الاستخرابية الخبيثة يشجعونهم على البذل والتضحية والفداء وعلى الثبات على دين الإسلام ربما قامت منها ثورات جهادية انتفاضية يعني يعرفون هذا الأثر العظيم للمساجد ذلك يعني يحطمونها ويفعلوا بها ما تسمعون مدينة الجزائر اسمعوا هذه الجرائم مدينة الجزائر وحدة فقط كانت تضم 76 ومئة مسجد مئة وستة وسبعين مسجدا طيب قبل الاحتلال سنة 1899 يعني بعد الدخول الاحتلال بقرابة 70 سنة وصلت هذه المساجد الخمسة فقط في الجزائر في العاصمة كلها وصلت الى خمسة مساجد فقط بعد سبعين سنة من الاحتلال بعد ان كانت قبل الاحتلال مئة وستة وسبعين مسجدا جريمة اهم المساجد جامع القصبة جامع العظم تحول الى كنيسة الصلب المقدس اسمعوا الى الالفاظ هذه كنيسة الصلب المقدس جامع علي بتشين تحول الى كنيسة سيدة النصر جامع كتشاوة حول الى كنيسة بعد ان اباد جيش الفرنسي اربعة الاف معتصمة فيه وانا اريد ان اقرأ عليكم نصا فقط يعني في الحقيقة عندما دخل القائد الفرنسي روفيغو قال انه يلزمه اجمل مسجد في المدينة ليجعله معبدا للنصارى فاختار مسجد كتشاوة هذا اجمل مساجد الجزائر وامر على الفور بتحويله الى كنيسة وتقدمت فرقة سلاح المهندسين وفرق المشاء واذا بداخل المسجد اكثر من اربعة الاف مسلم اعتصموا فيه فاندفعوا نحوهم واستمر القتال حتى الليل بين معتصمين العزل والجند المدججين بالسلاح وانهوا كل الوجود الاسلامي داخل الجامع وانتقلوا مسجد القصبة ففعلوا به ايضا شي نفسه ثم اصطفوا لاقامة قداس ابتهاجا بذلك وقف بوجو سكرتير الحاكم العام يخطب من فوق ممبر المسجد ان اخر ايام الاسلامي قدنت وفي خلال عشرين عاما لن يكون لجزائر الاله غير المسيح هكذا بكل صراحة وبكل وضوح ليس قابل للبس وايضا الحال نفسه في بقايا باقي المدن الجزائرية تعرضت الزوايا الى نفس اعمال الهدم والبيع والتحويل ولقيت نفس مصير الجوامع والمساجد هناك 349 زاوية الزاوية هي زاوية الطرق الصوفية وسأتي في حلقة كاملة على الطرق الصوفية في جزائر واثرها وما عملته وما صنعته لكن يعني مهم الزوايا هذه الها قيمة كبيرة في تجميع المجاهدين وتجميع العاملين والذاكرين يعني قيمة في تثبيت الاسلام على بعض السلبيات التي سأذكرها ان شاء الله في تلك الحلقة عنها 349 زاوية هدمت استولي عليها وايضا شعروا بخطورة التعليم وايضا قطع تمويل عن التعليم واوقاف التعليم والمدارس كان في مدينة عنابة فقط قبل احتلال 39 مدرسة لم يبقى منها الا ثلاثة مدارس فقط لا غير ثلاث مدارس فقط لا غير التبقية لخص احد الجنرالات فرنسا في تقرير النابليون الثالث لخص اصرار الادارة الفرنسية على محاربة المؤسسات الثقافية الجزائرية قائلا يجب علينا ان نضع العراقيل امام المدارس الاسلامية كلما استطعنا الى ذلك سبيلا وبعبارة اخرى يجب ان يكون هدفنا هو تحطيم الشعب الجزائري ماديا ومعنويا اسمعتم؟ هدف واضح ظاهر للعيان الفارق بينه وبين المسلمين ان المسلمين عندما دخلوا البلاد اسمعوا يا اخوة هذه حقائق لابد من ذكرها يعني الان على سبيل المثال مصر دخل المسلمين مصر دخلوا حطموا الجيش الذي يقف امام ابلاغ رسالة الاسلام الى الناس كيف ستصل رسالة الاسلام هذه جديدة الغضة الطرية الرائعة الحيوية للناس لابد من زاحت الجيش لان الجيش والحاكم لا يقبل بدخول المسلمين دعاة الى بلاد فيزاح الجيش ثم دخل الجيش الى البرد لكم دينكم وليا دين لا اكراها في الدين بعد ذلك لم يثبت التاريخ واقعة واحدة ان المسلمين اجبروا قبطيا في مصر على التنصير على الاسلام يعني هذا يعني مثال واحد فقط لا غير طيب يقول المؤرخون لم يمضي القرن الاول من الهجرة والمسلمون دخلوا مصر سنة 15 لم يمضي القرن الاول من الهجرة الا وتحول غالب اهل مصر الى الاسلام لماذا لعدل الفاتحين لجمال خلق الفاتحين قارن بينهم بين الرومان فتضح لهم ان الفارق كبير وكبير جدا بين الرومان وبين المسلمين فدخلوا في دين الله افواجا المسلمون انقذوا المصريين من ظلم الرومان فلذلك جمال خلق الفاتحين عدل الفاتحين روعت تعامل الفاتحين اغرت الناس في مصر على الاسلام ودخلوا في دين الله افواجا ففي ثمانين سنة تحول غالب اهل مصر الى الاسلام بينما في مائة واثنتين وثلاثين سنة من حكم الفرنسيين في الجزائر ما دخل الا قليل وقليل جدا في النصرانية وبقت جزائر 99% والاكثر وإلى الحمد مسلمة ومسلمون نعمة نعمة عظيمة جدا ومقارنة فقط ان اردت ان اقارب بين هؤلاء وهؤلاء حتى نعلم الدعاوة المفضوحة التي ضدنا اليوم في كثير من الاماكن ان المسلمين هم قوم همجيون متطرفون نشروا دينهم بالسيف وفعلوا وفعلوا ابدا دين انه ما انتشر بالسيف دين انتشر بالاقناع بالخلق الحسن بجمال الاخلاق الفاتحين وعدلهم بحس انتعاملهم مع السكان بروعة التشريعات الاسلامية وان السكان رأوا ان فيها خيرا وصلاحا لهم يعني مثل هذه القضايا نحن نعرفها من تاريخنا لا شك ان نعرفها من تاريخنا ونعرف اشياء كثيرة جدا غيرها لكن الوقت لا يسمح القادة العسكريون فرنسيون كانوا يرون في بقاء الاوقاف بأيدي اصحابها خطور لا شك على مشروعي من احتلالي التخريبي خاصا بعد ان رأوا ان معظم الثورات التي قامت ضدهم كانت تحريض من الجماعات الدينية فاصدروا قرارا في 7 ديسمبر 1830 بعد ان دخلوا بقرابة 4 اشهر الى 5 اشهر يجعل جميع الاوقاف ملكا للدولة الفرنسية فضل عن هيملتي على المساجد لخص دوتو كفيل الاثار الناتجة عن مصادرة الاوقاف بقوله لقد تركنا اسمعوا هذه مهمة المجتمع الجزائري بتصرفنا هذا اكثر فقرا وفوضى وجهلا واكثر بربرية مما كان عليه قبل قدومنا هذا الولاي الذين دعوا الحضارة والدعوا ان ما جاءوا به هو حضارة تامة وان ما جاءوا به هو العدل الى اخره طبعا وهذا هو هذه الوقاع نذكر الوقاع من بألسنتهم من تواريخهم من كتبهم لا اتجنى على احد ان شاء الله ولا يعني احتاج الى تجنن اسمعوا هذه القصة العجيبة حمدان خوجة قدم شكاية حول هدم جامع السيدة ونهب امتلاكاته وطلب التعويضا عن كل ذلك جاء رد وزارة الحربية الفرنسية كيف يمكن تثمين هذا المسجد كيف يمكن تثمين هذا المسجد ما هي قيمة اي مسجد اذا ما اخذنا بالاعتبار ان المسجد في نظر المسلمين لا يستعمل غير اداء الصلاة وعليه فليس المسجد قيمة مالية الا في حالة واحدة عندما يلمس الاحتياج لاقامة الصلاة تصوروا يعني تصوروا هذا الاختزال الكبير لدور المسجد فقط لاقامة الصلاة والمسجد ليس له اي قيمة مادية غير ذلك وطبعا هم يعلمون ان المساجد فيها قوة كبيرة جدا للمسلمين وتعليم اللغة العربية وتثبيت الناس على الاسلام وتوعية المجتمع لذلك قالوا هذا القول الخطير وطبعا فرنسا حاولت ان تستحوذ عن المساجد والاقاف العامة الى اخره حتى عندما جاءت الجمهورية الثالثة واعلنت فصل الدين عن الدولة المؤسسات الاسلامية لم تستفد من هذا المؤسسات الاسلامية لم تستفد من هذا وحتى عندما صدر المرسوم 1907 سبتمبر فالان الادارة الاستعمارية لم ترفع يدها عن تلك المؤسسات بل صارت تتفنن في اذلال المسلمين والى درجة انها لم تعد تستحيي من تشكيل جمعيات الدينية وتعيين مشرفين عليها من بين النصارى ومن بين الاميين هكذا فعلوا وهكذا صنعوا المخرج اشار بانتهاء الوقت بقيت نصوص كثيرة لا اجد مناصة من ذكرها جميعا لانها كما قلت لكم وثائق تاريخية لابد ان تطلعوا عليها تارف حجم الجريمة ارتكبت في الجزائر من قبل الفرنسيين هذا والله اعلم واحكم وإلى اللقاء ان شاء الله تعالى في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته